فضائل القرآن فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشوعر تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن من الآيات العظام في كتاب الله عز وجل خواتيم سورة البقرة التي أوحاها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ثم نزل بها ملك على النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل قبلها إلى الدنيا وفتح لها باب من السماء لم يفتح قبلها قط خص الله عز وجل بهذه الآي محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته وامتنى الله عليهم بها لذا استبشر الصحابة رضوان الله عليهم بنزولها وفرحوا بها أثنى الله عز وجل فيها على نبيه والمؤمنين وخفف عنهم من الآصار والأغلال التي كانت على من كان قبلهم وجمع الله عز وجل في هاتين الآيتين مضمون سورة البقرة التي هي من أعظم سور القرآن وهي أطول سوره وقد تضمنت هاتان الآيتان حقائق الدين وقواعد الإيمان والرد على كل مبطل وتضمنت كمال نعم الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وتضمنت امتنان الله سبحانه وتعالى بمحبته لهم وتفضيله إياهم على من سواهم وقد سبق ذكر بعض فضائل هاتين الآيتين في صفة نزولها وما اختصت به ومن فضائلهما أيضا عن خواتيم البقرة أن هاتين الآيتين من كنز تحت العرش وقد ورد في ذلك أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عقبة بن عامل الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر اقرأوا هاتين الآيتين التي من آخر سورة البقرة فإن ربي أعطانيهن من تحت العرش وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي وروى الإمام أحمد والنسائي في السنن الكبرى واللفظ له عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت الأرض كلها لنا مسجد وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت صفوهنا كصفوف الملائكة وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطى أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي قال العراقي إعطاؤه خواتيم سورة البقرة من كنز من تحت العرش معناه أنها ذخرت له وكنزت له فلم يؤتها أحد قبله وهذا أحد المعاني ومن المعاني التي أوردها أهل العلم غيره أن معنى كونها من كنز تحت العرش أن من عني بهما كانت له كنزا فيرى أثر كنزه في الآخرة من حيث المثوبة والأجر عند الله سبحانه وتعالى ومن فضائر آخر آيتين من سورة البقرة أن قارئهما مكفي كل ما يخشاه ظنه أو لم يظنه روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كفتاه قيل كفتاه من أذى الشيطان وقيل كفتاه من أذى الهوام ومن كل شر وقيل كفتاه من كثرة الأجر المتحصل له وقيل كفتاه عن قيام الليل وقيل كفتاه عن حرز قراءته من القرآن فتكون هاتان الآيتان أقل ما يقرأ في الليل وفضل الله واسع فيشمل ذلك كله فإن الحديث مطلق والله عند ظن عبده به كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني ومن فضائل آخر آيتين من سورة البقرة أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفين عام فأنزل منه آيتين فختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاثة ليال فيقربها الشيطان وفرار الشيطان من البيت علامة خير فيه إذ بحضور الشيطان يكون الغضب والخصومة بين أهل البيت وبحضوره يكون النوم عن الصلاة والظلم للنفس وفقد البركة في المال والأهل والولد ومن فضائل آخر آيتين من البقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بهم المريض روى الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عوذ أعرابيا به وجع بآيات ومن هذه الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم آخر ثلاث آيات من سورة البقرة وذلك أن الدعاء المذكورة في هذه الآيات دعاء مستجاب وقد قال الله عز وجل عند إنزال هذه الآية نعم أي أجاب الله عز وجل الدعاء ومن الدعاء في هذه الآية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فإذا قرأها المؤمن بقلب صادق مقبل على الله عز وجل متضرع إليه موقن بإجابة الدعاء نفعت بإذن الله عز وجل ومن فضائل خواتيم البقرة آخر آيتين فيه أنه يستحب قراءتها قبل النوم لأن الله عز وجل يحفظ قارئها وتكفي تاليها ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت أرى أحدا يعقل ينام حتى يقرأ الثلاث آيات من آخر البقرة فإنهن لمن كنز من تحت العرش رواه ابن الضريس في الفضائل قال النبوي على شرط الشيخين ولهذه الفضائل وغيرها كان الصحابة رضوان الله عليهم يكثرون من قراءة هذه الآيات في الصلاة وخارجها روى إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة في الفجر بآخر البقرة وآخر آل عمران اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واغفر لنا ذنوبنا وارحم ضعفنا واستر عوراتنا واجمعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضائل القرآن فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشوعر تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري